وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيانا الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي أستاذ جمال بعد التحية هل لك أن تطلعنا على أهمية تشاد في اعتبارات الأمن الإقليمي المصري خاصة وأن تشاد من الدول المجاورة للكل من السودان وليبيا تحياتي لحمد رائف ولكل السيد المشاهدين بالفعل دولة تشاد دولة في غاية الأهمية من حيث الموقع الجو سياتي نتحدث عن دولة هي حلقة وصلة ما بين نطاق شرق أفريقيا ووسطينا وأيضا منطقة الساحل والسحراء لها أبعاد متعلقة بالأمن القومي خاصة أنها دولة جوار مع دولة ليبيا وأيضا دولة السودان والجميع يدرك أن منطقة الساحل والسحراء أو ما يحدث في ليبيا أو ما يحدث في سودان كلها أمور بتنعكس على أبعاد الأمن القومي في شمال أفريقيا وبالتحديد في الدولة المصرية وبالتالي الدولة المصرية بتولي اهتمام لاتقرار تشاد وأيضا اتقرار المنطقة بشكل عام وأعتقد أن العلاقات المصرية الإتشادية بشكل عام بتشهد تطور كبير جدا خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عام 2017 لإتشاد بعدها وجدنا اهتمام ملخوص من الدولة المصرية بتدعيم العلاقات المشتركة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى التعاون فيما يتعلق بترسيخ السلم والأمن الإقليمي أيضا أعتقد أن هذه الزيارة في هذا التوقيت في غاية الأهمية خاصة نحن نتحدث عن دولتين له ملاقة مباشرة في الأوضاع في ليبيا وبالتالي أعتقد أن هذا الملاقس سوف يكون له حظ من النقشات خاصة أن استقرار السياسي أو تنعكس أيضا على استقرار السودان عفوا تشاد أيضا فيما يتعلق بمنطقة السحر والصحراء بشكل عام نتحدث أن في عام 2021 خمس دول في السحر والصحراء من ضمنهم تشاد شهدوا توطرات سياسية وبالتالي أيضا منقشة هذا البعد متعلق أيضا وتأثيراته على الأمن القومي الإقليمي أعتقد من هذه كلها نقاط مهمة وبالتالي هذه الزيارة مهمة للغاية سواء على صعيد تدعيم العلاقات السنائية ما بين مصر و تشاد أو على صعيد حتى التباح في الكثير من القضايا الإقليمية المتشاركة والمتدخرة ما بين الدولتين إذن بواجه عام أستاذ جمال إلى أي مدى شهدت العلاقات من تطور على المستويين السياسية والاقتصادي بين مصر و دول القرى الأفريقية و في مقدمتها تشاد يعني الدائرة الأفريقية عادت لبؤرة الاهتمام المصرية بعد عام 2014 نتحدث أن تحرك الدبلوماسية المصرية تجاه زيارة العديد من المحطات الأفريقية وصلت إلى أكثر من أربعين محطة أفريقية وبالتالي هنا الدبلوماسية الرئاسية تحركت لعادة العلاقات إلى جوداتها و ظار السيد الرئيس حتى محطات أفريقية لم يزورها رئيس مصري من قبل زي جبوتي أو غينيا كونيكري وغيرها من الدول وبالتالي تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية مصر ببصرها على أنها أحد أبعاد الأمن القومي المصري وبالتالي هناك دعم متواصل أيضا على صعيد حتى العلاقات المصرية الأتشادية الجزء الإنساني دخل في الاهتمامات المصرية نتحدث عن دعم ومساندة مصرية بأتشاد في الإطار الطب مثلا مصر دعمت أتشاد في حملة الدولة المصرية فيما يتعلق بمعالجة مليون أفريقي من فيروس تي أيضا نتحدث عن الشق الاقتصادي نتحدث عن تطور كبير جدا في حجم التجارة البيينية وميزان التجارة البيينية في الحقيقة ياسوب في صالح الدولة المصرية أيضا يعني أن الصادرات المصرية الأتشاد أكثر من الواردات منها وأيضا على الصعيد حتى المشروعات المستقبلية هناك مشروعات طموحة جدا من ضمنها مشروع لها علاقة بالربط البري ما بين مصر واتشاد مرورا بليبيا وهذا مشروع طموح للغاية ربما يتكامل أيضا مع التجارة المصرية بربط القاهرة والأسكندرية وموانئ الدولة المصرية بشكل عام مع كافة النتقات الأفريقية سواء من خلال طريق القاهرة كيبتاون أو الأسكندرية فيكتوريا أو حتى من خلال هذه المشروعات التي لها علاقة بربط مع مختلف الدول الأفريقية نعم الأستاذ جمال رائف الكاتب والبحث السياسي كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك